في تقريرها السنوي الأخير أفردت منظمة هيومين رايتس ووتش جزءاً كاملاً يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران المنظمة تقول أن المسؤولين الإيرانيين قد وصلوا قمع المعارضة السلمية بينما يتمتع منتهكو تلك الحقوق الفعليين بالحماية على رأسهم الرئيس إبراهيم رئيسي الذي اعتبرت المنظمة أنه فاز في انتخابات العام الماضي بشكل غير نزيه أصبح إبراهيم رئيسي الرئيس السابق للسلطة القضائية رئيساً بعد انتخابات غير نزيهة وقد سبق لرئيسي أن عمل في القوة القضائية لأكثر من ثلاثة عقود وكان وفقاً للتقارير عضواً في لجنة تحديد مصير السجناء خلال أحداث الاعدامات التعسفية خارج نطاق القانون بحق الألاف من السجناء السياسيين الإيرانيين سنة 1988 هكذا المنظمة تقييد مسؤولي النظام الإيراني بشدال حرية التجمع والتعبير على مدى السنوات الثلاث الماضية وستخدمت قوة الأمن القوة المفرطة بما في ذلك القوة المميتة للأدي على احتجاجات وسعة النطاق بشأن قضايا الحقوق أهمها الحقوق الاقتصادية الشعب الإيراني يريد شيئاً مختلفاً تماماً وبالفعل رأينا مظاهرات عديدة كان الناس فيها مستائين من عدم استجابة الحكومة لأوضاعهم الاقتصادية فيما تواصل عمليات القمع وهدي علامة على الضعف والخوف من الشعب ويبدو راضحاً أن تطلعات الغالبية العظمى من الشعب للقمع وتقييد حرية التعبير ليس حلاً مستداماً لا يزال النظام الإيراني أحد أهم منفذي عقوبة الاعدام في العالم دون محاكمات عادلة وفقاً لجماعات حقوق الإنسان المتعددة التي تقول أن العديد من الاعترافات يتم الحصول عليها تحت التعذيب محاكمة لا تكترث للمعايير الدولية العادلة نهيكاً عن ظروف السجون القصية والتي توفي فيها ما لا يقل عن 72 سجيناً سياسياً خلال السنوات القليلة الماضية حسين برهيم للإخبارية نيويورك ترجمة نانسي قنقر